صباح الهانا صباح الخير على حضراتك وعلى كل السنة المشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي طبعا وإن شاء الله يبقى يوم جميل ولطيف على الجميع أنا عايزة كواليز بقى النهاردة وعايزة أخبار حصرية طبعا لو عندك وحبدأ معاك نبدأ بالمنتخب الأول نروح لمنتخب الأول إحنا ممكن نتكلمنا عن التحديات اللي بتواجه منتخبنا الأول وتكلمنا عن إن إحنا دايما في ضربة البداية عندنا مشكلة في تصفيات المنضيات ما عرفش ليه حاجة كده غريبة شوية اتكلمنا إن إحنا آه هنواجه جبوتي على أردنا وحنواجه سيراليون في ليبيريا لكن المجمل إن أنت عايز تطلع بست نقاط كلام محترم جدا أنا بقى ده قتم بارح مفروض أولى المعسكرات والتدريبات على سيد القاهرة وبإذن الله مكملة كمنتخب بإذن الله مكمل ومفروض حسب برضو المعلومات في المنتخب كله كامل العدد كل المحترفين متواجدين فخليني أعرف منك رؤيتك حتى هذه اللحظة إن شاء الله ليأولى المباريات اللي لازم لازم تكون ضربة بداية برضو جيدة يعني خلينا البداية نتكلم طبعا إن تصفيات كأس العالم دي هي أول تصفيات في التاريخ منتخب مصر بلعبها في وجود النظام الجديد لكأس العالم اللي هو بقى 48 منتخب والأول مرة ما بقاش عندنا المفروض يعني ما بقاش عندنا مشكلة في تصفيات كأس العالم لأنه دلوقتي بيتأهل تسع منتخبات مباشرة إلى كأس العالم من إفراقيا وفيه فرصة كمان لمنتخب عشر إنه هو يتأهل يعني فيه نصف مقعد كمان زيادة يعني المفروض منتخب مصر هو أورادي من أول تسع من أول عشر اللوجة فيه كده يعني بزرق حتى المجموعة اللي تحطينا فيها مجموعة برضو يعني كنا نتمنى أن احنا نتحط فيها حتى في تصويرات كأس الأمم الإفراقية مش تصويرات كأس العالم فالموضوع المفروض أنه أصبح مش سهل أصبح في منتخب سهولة لو منتكلم على منتخب مصر مفيش غيانا مفيش نيجيريا مفيش المغرب ده إحنا مرة وقعنا مع الجزائر والمغرب والسنغال ما فكرة التلاتة في 2002 يعني وتعادلنا مع ناميبيا اللي هي المفروض كتحصل وإحنا رجعنا كسبنا هنا تمانية فمطش ناميبيا ده كمان دايما بيجي في زهني كده لما شوف فرقة سهلة باللعبة يعني احنا دلوقتي جيبوتي آه يعني المفروض نكسب 7-8 مفروض سيراليون آه المفروض هنروح نكسب هناك على الأقل يعني 1-0 يعني مش هنقول نكسب سكور لأن عارفين اللعب بره في أفريقيا غير اللعب بره في أوروبا يعني أحنا عندي يلعبين محترفين دلوقتي والله يعني بننكلم في صلاح ومرموش ومصطفى محمد ثلاثة محترفين وثلاثة متقلقين في الدوريات الأوروبية ثلاثة من الدوريات الأوروبية الخامسة الكبرى وبالتالي المفروض دي بقى اللعب بره مفروض مشكلة لكن انت لما بتلعب في سيراليون بتلعب في أجواء مختلفة بتلعب في أفريقيا غير لما بتلعب في أوروبا نوعية الملاعب نوعية التقص الرطوبة كل الحاجات اللي بتعني منها من زمان وعدة ساعة التيران تقريبا 8 ساعات برضو حيبقى فيه مشكلة شوية في الدغوطات يعني أنا توقع أنه حيبقى فيه جهاد طبعا وقته قليل جدا ما بين المطشين يعني 3-4 أيام ما بين المطشين فالموضوع هيبقى صعب لكن جيبوتي آه جيبوتي في القاهرة لازم طبعا مش نكسب بس لأنه نكسب بس دي تبقى مشكلة يعني لو كسبنا لازم هاي سكور طبعا زي ما بتقول لازم هاي سكور لأن السكور ده ممكن ينفعك بعد كده كمان لازم فيه أداء مطمئن شوية لأن يمكن المطش الوحيد اللي الجمهور كان حس أن المنتخب متماسك فيه شوية كمان شوية دي أمام الجزائر اللي انتهى بالتعادل واحد واحد أو ما لعبناش كورة حلوة لعبنا كورة شبه شوية بتاعت كيروش وبتاعت كوبر اللي هو تقريبا إحنا ما عندناشش غير الحل ده دلوقتي إن إحنا بنتراجع للدفاع وبنقدر نطبق الكنتر أتاك أو العجمة المرتدة بشكل كويس منستغل إن عندنا لعبين هدفين على أعلى مستوى زي محمد صلاح زي مصطفى محمد مرموش تريزيجي قبل كده الحقيقة لعبة كتيرة جدا مميزة في منتخب مصر في الإنهاء وإن كان دايما اللي بيسجل برضو بنجيب زي حمدي فاتح مثل المباراة اللي فاتت قبل كده محمد عبد المنعم بنلاقي اللاعبين كمان لعبي خط الوسط والمدافعين هم اللي بيسجلوا كمان الأهداف سواء من الرقالات السابتة أو من الدربات الركنية فهي طبعا دربة البداية مهمة جدا ويمكن زي ما انتي قلت دايما المطش الأول بيبقى متزفز بيقيمة بنكسب سكور بيقيمة بنتعرض فيه لتعصف مبكر جدا وده غالبا بيبقى سبب في عدم تأهلنا طبعا بعد كده لكأس العالم ويمكن بالصدفة يعني أول مباراة اللي عبناها في تصفات كأس العالم 1934 كنا بلعب المنتخب الفلسطين كان وقتها ما فيش تصفات جوه إفريقيا اللي عبنا المنتخب الفلسطيني وكسبنا سبعة واحد طبعا نتمنى أن المنتخب الفلسطيني يرجع تاني وفلسطين كلها ترجع تاني إن شاء الله إلى أفضل مما كانت عليها إن شاء الله طيب أستاذ عبد القادر خليه برضا روح معيك لجبوتي تحديدا المطش الأول يوم إن شاء الله 16 الساعة 7 على أستاذ القاهرة هذا المطش اللي حاليا نقول الناس مش قلقانة منه قوي بس الناس عايزة هدف معين يتم تحيه على الملعب وبإذن الله ده يحصل لكن في نفس الوقت برضو لو أنا حاجي وأتكلم شوية في الفنيات والتوقعات هل أنا مثلا المتوقع تشكيل معين مفروض يتم هل مفروض مثلا يبقى فيه 3-4 لعيبة عندي أو أو بعض الجوال المفروض أنا بقول لأنا دي محسومة بالنسبة لي في الدقائق كمال مثلا أو الشوت الأول يعني رسم أو رؤيتك للمباراة مفروض إزاي تتم لو إحنا بنتكلم إن هي تمشي صح أو مصبوط طبعا المباراة دي لازم تبقى نازل وإنت ليك الياد العليا من أول دقيقة في المباراة الاستحواذ ده أمر مفروغ منه التشكيل للمنطقة من مصر لازم يكون هجومي يعني ما ينفعش مثلا في المباراة دي فيتوريا يلعب بتلاتة مكتعات لعبين متوسطين ده مش متوقع أبدا يبقى فيه دفاع يعني بشكل كبير لأن أنت على أرضك مع فرقة كمان ما هيش الفرقة الفنيات فيها تنافسية شديدة يعني ما تهقليش بقى هيدلعب دفاعي واصلا فيتوريا بيجمع دايما ما بين الدفاع والهجوم على عكس زي ما قلت كيراش كيراش كان الدفاعي بحث كان برضو وفيش كرة ممتعة بصراحة طبعا وده الحقيقة سؤال مهم جدا لأن احنا هل منتقب مصر أصلا قادر على تقديم كرة ممتعة ولا احنا مش هنعرف نالغ غير الكرة بتاعت كيروش اللي هي تطور بسيط شوية للكرة بتاعت هيكتور كوبر اللي وصلنا بها كأس العالم 2018 وهي الكرة دي اللي وصلنا بها برضو نهائي كأس الأمم مرتين فهل فيتوريا لحد الآن ما تحدش اختبرات كبيرة حتى مطشين جيبوتي وسيرليون هي مش اختبرات كبيرة فاحنا يمكن لأول مرة هنشوف كيروش فيتوريا في اختبرات كبيرة هتكون في كأس الأمم المقبلة ان شاء الله في الصفل اللي جاي فاحنا محتاجين نشوف شكل هجوم من منتخب مصر بحت من الديها الأولى زي ما قلت من فاش يلعب اتنين متوسطة ميدان في المباراة دي لازم يلعب ممكن بواحد بس كمان يكفي مثلا مروان عطية يكفي طرق حامد يكفي محمد النني يكفي حامد فتحي والشريك اللي معاها ممكن يكون لعب زي إمام عشور مثلا او لعب يعني بوكس بوكس اكتر منه سي دي ام او اكتر منه لعب رقم ستة في تشكيل منتخب مصر طبعا سلاسة الهجوم يعني دلوقتي ما فيش حد ممكن يختلف على التلاتة لان مرموش متقلق مع انتراكت فرانكفورت في الدور الألماني حتى على مستوى الاوروبي في دور المؤتمر الاوروبي ويمكن أصبح من اللعبين الوعادين صلاح جاب عشر أهداف في الدور الإنجليزي يمكن حظه بس انه بينفس هالند للأسف وده ما يتنفسش يعني الراجل لسه كان فرق عنه حاجة صعبة كتا لقى سجل التلاتاشر وكمان هالند رجع له كيفين دي بروين من الإصابة فكيفين دي بروين ده ما كانت صناعة أهداف فأكيد أرقام هالند هاتع لجهة أتوقع هالند ممكن يوصل في يوم من الأيام بجد وده مش يوم من الأيام بعيد الأرقام قياسية غير مسبوقة حتى مقارنة بميسي ورونالد ورجع حتى الأجيال الأديمة يعني معرفش يعني متوقع عليه جدا لأنه ماشي بخطوات مش سريعة ماشي بخطوات يعني صاروخية خيان أولها فعلا فعلا لاعب مش عادي يعني طبعا يعني يعني اللي عمله السنة اللي فاتت أنه لاعب 35 ماتش في الدور الإنجليزي سجل 36 هدف يعني الحياة دي حاجة ما كسر كل الأرقام القياسية في الدور الإنجليزي ولسه ولسه فعلا لكن هو لسه بدري عليه خلييني اتفق أنه هو يوصل لميسي لأن ميسي سجل 91 هدف في عام كامل يعني مش في موسم لا في عام ميلاني كان عنده 5 سنة وقتها ما نقارن بنفس العمر ولا كان بعدها كان في البيك بتاعه طبعا ميسي كان في ما طمعش البيك بتاع ميسي ما كانش في بداياته أو 22 رأتكلم برضو أعتقد ده موسم 15-14 حاجة كده اللي سجل فيه 91 هدف فهلند لأ صعب أنه هو يوصل للرقم ده لأن ميسي اللي عمله في الموسم ده وفي العام ده كان جنون يعني كان أي كرة الميسي هدف يعني الحقيقة أنا كده كده من الناس المتحيزة الميسي فأنا مش عايز هلند مش عايز هلند الحقيقة يحصل الميسي لكن هو يقدر طبعا خاصة مع التطور الليعب دايما اللي موجود عند بيب جورديولا فمحمد صلاح يعني الحقيقة فرصته من نوجة نظري بيتشبه مستحيل أنه هو يقدر يرجع تاني ياخد الحزاء الزهبي في الدوري للإنجليز الممتاز لأنه هو مهما عمل هيلاقي الرجل التاني بممتاز سهولة بينزل كل ماتش بعدين ده بيلعب في مركز سترايكر بيلعب نومبر ناين مهاجم رئيسي في منطقة الجزاء بينما محمد صلاح بيلعب وينجو بيبتدي بقى طول الماتش يدور إزاين هو يخش منطقة الجزاء ويبتدي يستنى المرتدة بينما الرجل ده واقف أريدي في منطقة الجزاء بيلعب في فريق بأكتر فريق في العالم بيصنع فرص وبالتالي المنافسة هي شبه مستحيل على حامد صلاح طيب حرجع تاني منتخب مصر وخير كان بصراحة فرص منتخب مصر من وجهة نظرك للتأهل لكاس العالم عشرين ستة وعشرين حتى رايز تقول بالنسب يعني والله يعني هتبقى مشكلة كبيرة لو احنا شكين أن منتخب مصر منفعش تقايم من المجموعة دي طبعا منتخب مصر هو المرشح رقم واحد بنسبة تزيد عن 90% يعني 90% العشر في المائة دي نسبة المفاجآت وهي نسبة كبيرة كمان لكن منتخب مصر لا وفيه فارق كبير جدا على مستوى الفردي على مستوى الجماعي سيفك من التاريخ اللي احنا كده كده متفوقين فيه مش في الكرة بس في كل حاجة لكن في الكرة تحديدا مصر مفيش فريق ممكن يقارن به في كرة القدم الإفريقية وبالتالي لا يعني منتخب مصر لازم يطلع من المجموعة دي واخد كل النقطة يعني ما هو ده اللي لازم ده اللي حيحصل زي ناميبيا شفت كنت نرسم الكلب على ناميبيا دايما دايما بقابلينا فصول غريبة فصول بردة شوية يعني ناميبيا تكسبها هنا 8-2 تروح تتعادل معها أو تتتعادل معها واحد واحد الحالي مع أيام ما كابتن أهاب جلال جابوه مطشين كده ومشوه كان منهم مطشو نص تاني مطشو طيارة وكينية وحاجات كده حاجات كانت غريبة جدا طبعا فوارد المفاجآت واردة خاصة لما يبقى منتخب مصر طرف فيها وخاصة لما تصفيات كأس العالم لأن احنا كان عندنا عقدة شوية من فكرة تصفيات كأس العالم اتفكت في 2018 آه بس رجعت تاني في البطولة اللي بعديها وخرجنا الحياة بشكل مؤلم أمام السنغال برقالات الترجيح بعد التعادل واحد واحد في مجموعة المباراتين فأنا أتمنى أن خلاص تكون دي نهاية الأحزان لما تخب مصر تصفيات كأس العالم لأن الموضوع بقى سهل وحتى كأس العالم بعد كده هيبقى سهل أنك تكسب فيه مطش لأن احنا الثلاث دورات اللي تعينا فيهم ما كسبناش مطش حتى لما لعبنا السعودية في 2018 وقلنا مباراة كده كده ما قدش السعودية مضمون زي ما فيه طلع ساعتها اتغلبنا بعد ما كنا متقدمين وغلبنا اتنين واحد فأنا مشكلة كبيرة حتى يعني احنا المفروض نبتدي نفكر زي المغرب النهاردة بتفكر زي تاخد كأس العالم وعندهم حق المغرب بجد تجربة ودائما بذكرها لما باجأتكلم عن نجاح حقيقي المغرب من الدول بجد بجد والمنظومة اكثر من رائعة اعتمدت على الكوادر اعتمدت على التطوير الحقيقي اعتمدت على الغاء الفساد حاجات كتيرة جدا اتعملت في المغرب قدتك النتيجة دي على صعيد هنا بتتكلم ناشئين على صعيد فرق مختلفة على صعيد المنتخب على صعيد المنتخب النسائي من اكبر عشر منتخبات نسائية في العالم المنتخب المغربي فلا نجاح منظومة متكاملة يعني لازم الواحد بصراحة يبص الناس دي عملت ايه طبعا يعني انتي اصبت كبد الحقيقة زي ما بيقولوا ان هو المنظومة النجحة دايما احنا حتى لما بنيجي نصطدم النادي الاهلي مع الوداد او مع الاندية المغربية او الرجاء بيلاقي ان اتحاد القرى عندهم بيعمل مجهود جبار حتى مع الكاف ان هو يزلي لهم كل العقبات ان هو يخلي ان هي اتلاعف ملعبهم بالضبط ده بيحصل مع الاندية ده بيحصل مع المنتخبات ده بيحصل في المنظومة الرياضية بشكل عام بينما هنا احنا عندنا اتحاد القرى الحقيقي يمكن هو اضعف حلقات المنظومة يعني خلينا اقول بصراحة اضعف حلقة في المنظومة الرياضية في مصر والتحاد القرى لا يدعم النادي الاهلي لا يدعم الزمالك لا يدعم اي اي نادي خراءاتنا مع بعض بتبقى مختلفة رميتها كلمة كده اصلا هي واضحة واضحة وضوح الشمس والناس كلها بتتكلم ده على مدار يعني اسماء تختلف ومجالس تختلف برضو ما زال انت بتشوف ان المشكلة في المنظومة الاساسية دي طبعا حتى لما بيجوا يجيبوا مدير فاني المتخب مصر مع الاحترام الكامل طبعا للأسماء الموجودة حاليا وبروية فتوريا هو مدير فاني جاية جدا الحقيقة لكن بتلاقي الأسماء المرشحة كلها مدربين منتهين الصلاحية يعني مدرب كان بيدرب في أفريقيا بقاله عشر سنين لما تلاقي مثلا مدرب زي رينار المنتخب السعودية تعاقد معه احنا يامنا دينا اتحاد الكورة بأكتر من رئيس سابق نلازم الراجل ده الراجل ده فورصة الراجل ده كان عبر ان هو نفسه انا فاكر ليه لقاء كان في التلفزيون المصر قبل كابل لما لعب ضدنا في تصفية كاس العالم 2010 لما لعب ضد كابتن حسن شحيتا وتعادل معنا مع زنبيا واحد واحد بعد كده راح خد كأس الأمم مع زنبيا وخد كأس الأمم مع كود دفار فراجل كان فرصة ان احنا نتعقد معه لكن بيبقى فيه امور اخرى في التعقدات الحقيقة يعني لسه عندنا بعض المجملات والمحسوبيات في اتحاد الكور عايز تقول ما زال قائم جيل عن جيل اسم عن اسم بيجي مجلس إدارة عن مجلس إدارة بتشوف ان لسه نفس المشاكل الموجودة طبعا حتى لما بيجوا يختاروا كوادر حتى الناس اللي موجودة لما بيجوا يختاروا كوادر لإدارة المنظومة الرياضية لإدارة الدوري يعني مع احترام الكبير جدا للمخاضر من الكابتن عامر حسين لكن ليه كل مرة الكابتن عامر حسين هو اللي يقول لك أنا بأصهر بالليل عشان هاد أعمل جدوى للدوري الممتاز بس هذا حقيقي على فكرة الحاجة عامر مش بدافع بس هو راجل فعلا بيعمل ده يعني لو عرفته هتلاقيه فعلا بيعمل ده عن حق يعني ده حقيقي بس ليه كل مرة نفس النظام اللي ماشيين عليه ليه ما بيحصلش تغيير زي ما نشوف الدور الإنجليزي النهاردة القرعة بتتعامل عارفين يوم 16 مايو نهاية الدوري فين بغض النظر بقى تساعدك كمان خلي بالك دلوقتي الكاف بيساعد لأنه خلى المطشاط جمعة وسبت يعني الأول ممكن يقول لك مطش الخميس ومطش الحد ومطش الاثنين لأ دلوقتي مطشاط إفرق جمعة وسبت فأنت عندك فرصة أن أنت تلعب التلات مثلا تلعب الأربع تلعب الخميس بالنسبة للفرق حتى لو تلعب السبت ما فيش مشكلة بنشوف أوروبا بيلعبه خميس وسبت وخميس وحد آه المدربين بيشتكوا من الموضوع دوت وجورديولا وكلوب بيطلعوا في مؤتمر الصحف كل شوية خانقوا مع الاتحاد الإنجليزي لأنك الاتحاد الإنجليزي ملوش دعوة وفي قانون في قانون موجود قدامك أنت تطبقه فإحنا محتاجين حتى إدارة المطشاط وتنظيم البطولات كل دي هتودينا بعد كأن إحنا نبقى زي المغرب مش إحنا دلوقتي تصفات كأس العالم هو سيستم كامل وخطة كاملة اللي لازم طبعا يتم العمل عليها يعني من فترة كمان طيب هرجع تاني للمعسكرات بقى منتخب مصر من ده ملف برضو مهم جدا إحنا كان عندنا من شهر تقريبا معسكر رأيك فيه هذا الاستعداد والمعسكر إحنا طلعنا منه فعلا بيه المطلوب ولا شايف إن لا كانوا محتاجين أكتر طبعا هو شغل المنتخبات بالنسبة للمدير الفني بيبقى يعني ألطف شوية من شغل الأندية ويمكن ده يفصل كمان ليه روي فيتوريا متمسك من منتخب مصر للموصول عروض مالية كبيرة جدا من الدور السعودي في النهاية زي ما أنت قلت أو كل شهر أو كل كام شهر بيعمل معسكر لمنتخب مصر آه الفترة الفات كانت فاضية لكن الفترة اللي جاية فيها زخم الحقيقة وفيها استعدادات وفيها بطولة كأس الأمة وفيها تصفات كأس العالم فهو ده بداية الشغلة الجد بالنسبة لفيتوريا المعسكر اللي فات يعني نقدر نقول أن احنا استفادنا منه طبعا لأن ماتش الجزائر كان ماتش شبه رسمي شفنا الأجواء هناك عاملة وشفنا الجزائر ازاي وزعلنا مع تونس بالضبط يعني يمكن ماتش تونس كان الحقيقة ماتش فيه من أفات منتخب مصر اللي نعرفها على مر التاريخ أن أنت بيبقى ماتش في إيدك بالضيع فرص بيخش فيك أهداف أنت تقدر ترجع وانت عارف أن أنت أحسن تعارف أن ده في ملعبك وعندك المقاومات ترجع بس مرجعتش وما تقدرش ترجع في النهاية والنتيجة أنك بتخسر على ملعبك يعني الحقيقة ماتش شفناه كتير قوي مع منتخب مصر في السنين اللي فاتت لكن ماتش الجزائر لأ كان شفنا الصلابة اللي موجود شفناها شخصية منتخب مصر وكأن دايما منتخب مصر بيبقى محتاج الموقف مش محتاج الماتش ومحتاج يتحط في موقف صعب علشان يطلع أحسن معه هو أمام الجزائر إحنا عارفين أن ماتشنا مع الجزائر ده ماتش ديربي أو ماتش كلاسيكو ليه وضعية خاصة فعلا على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي من أيام حتى 2002 وقبل 2002 كمان بس التعويل على الأمور دي طبعاً مش سليم يعني برضو أن أنا أعاول أن في وضعية المباراة حيتم بقى في قوة خارقة حتيجي أو أداء بختلف يعني مش بالزبط وده اللي بيحطنا خلي بالك ده اللي بيحطنا في مشكلة لما بنلعب ماتش سهل زي الجبوتي مثلا اللي احنا بصدد الحديث عنه أو ماتش سيرليون أنت بتبقى نازل ضمن الماتش يعني أو ماتش سهل وعلى ملعبي فإزا ما بيقولوا كده مش أحرق بنزين كتير اللعبة مش هتجري كتير وإنك تضمن حاجة هي دي المشكلة هتجيب كل المشاكل بعد كده عشان للوقت هنتقل من المنتخب الأول لمنتخب أو المنتخب الأولمبي وميكالي والقايمة وهل إحنا هنكتفي ببعض الاستعدادات البدنية والفنية ولا إحنا محتاجين موديات وأعتقد يعني الإجابة واضحة من وجهة نظري المساوضة أكيد إحنا لازم يبقى عندنا موديات وموديات قوية هنرجع تنالي لانتحاد الكور لأن انتحاد الكورة فوجئ أن المنتخب الأولمبي عنده مؤسكر ومؤسكر طبعا في العصامة الإدارية في المنشآت الجديدة والملعب الجديدة فهو دلوقتي بيتفاوض لسه مع ثلاث منتخبات علشان يعمل معهم مطشاة ودية والله أعلم المفاوضات دي هتصفر عن نتيجة إيجابية ولا هنقول لعم المتكلف الأخير هنجيب لك فرقة من الدوري لعيبها هنجيب لك فرقة من الدرجة التانية إلعب معهم مطشاة ودية ده وارد جدا يحصل بس ده مش صح مش صح طبعا وفيه صح يتأمل يعني مش صح لا كده الدنيا سودة قوي نحن لسا الصبح لا هو الكرة في المنشآت في مصر ما فاش حاجة صح الحاجة الوحيدة الصح فيها هو النادي الأهلي ده كلام حلو برضو مش حيزعل بس يعني خلانا نتكلم بصراحة يعني الإدارة الرياضية في مصر منظومة الإدارة الرياضية في مصر هو النادي الأهلي على مستوى كل المنتخبات حتى على مستوى النشئين يمكن أنا بحتك في الفترة الأخيرة بمواطشات نشئين في ألعاب تانية بسكت وفولي لا بشوف النادي الأهلي مختلف آه فيه فرقة تانية كتيرة كويسة جدا وعندها منظومة إدارية جيدة في بعض الألعاب لكن إنك تلاقي نادي النجح في كل الألعاب هو النادي الأهلي بس تقريبا اللي موجود في مصر فإزاي بقى أنت عندك معسكر في المنتخب الأولمبي وعارف إن فيه معسكر وإنت لسه استنيت المعسكر بدقوه وعكي بتتفاول على مطشاته الدقيقة حاجة جنن يعني حاجة جنن بسرعة طيب إحنا ناخد بريك بقى أنا شايفة كده هنروح فاصل سريع جدا نرجع نكمل حديثنا لسه مستمرة مع الأساسة عبد قادر سعيدة النقل بياضي طيب رجعنا لحضراتكم وعشان الوقت تبقى خلينا نروح لتفاصيل أكتر عن إحناكم نتكلم عن المنتخب الأولمبي ومكالي وإزاي أنت بتعمل معسكر ومش عارفة بديات بتاعتك هتبقى إيه يعني مشكلة موجودة وقائمة للأسف بس مش موضوع ده بقى إيش ليه هي موجودة هي قائمة لكن وضع المنتخب حبقي لو أنا مقدرتش فعلا أحقق قديات جيدة تؤهلني بعد كده أن أقدر أنا نفس وأقدر أن أنا يعني أحقق حاجة في أولمبياد بريس يعني لأن ما هو لازم الاستعدادات تبقى بنفس القوة المنافسة طبعا يمكن هم ناس شايفين أن المنتخب ده مش قادر مسعني أحقق مدالية لأن المنتخب اللي قابله كان أسماء على مستوى الأسماء كان أقوى وفي النهاية ما قدرش أن هو يحقق مدالية طبعا لأنه أصطدم بمنتخبة برازيل في النهاية في الدور التاني فكان طبيعي جدا أن أنت تخرج أمام فريق بعد كده قدر ياخد ميدالية زهبية فقا جاي زي هم شايفين أن المنتخب ده يعني هتصرف عليه مش زي مش هتصرف عليه هتتعب زي مش هتتعب يبقى صعب جدا لو فعلا فيه الموضوع ده متصدر أصلا يعني كده نعمل واجب ونرجع أحيانا بيبدأ التفكير ده شيء صعب جدا ما فيش داعي أن احنا نصرف لأن كده كده ما فيش نتيجة متوقعة جايز يكون ده التفكير لكن الحقيقة مش شايف تفكير وده يكون التفكير أحسن من هما يبقوا ما عارفوش يعملوا ماتش ودي أو أن هما نسيوا أن فيه معسكر محتاج ماتش ودي لكن في النهاية أعتقد زي ما قلت يعني أنه ممكن يتلاعب ماتش ودي مع أي فرق مصري حتى درجة تانية درجة أولى أن هما اللعب بس الرجل يتفرج على الحالة الفنية الوقتية الحالية للعبين بتوع لأنه هو أكيد شافهم قبل كده لكن المعسكر الحالي جاهز يكون لعب مش في مستوى لعب عنده مشاكل مع السرع المستوى يتكلم معه يتحضره ويجهزه فنين ونفسين فكل دي الحاجات دي مش هتبان من التدريب دي هتبان من المطشاط ومن الضغط اللي هتحط فيه في المطشاط لكن يعني أتمنى أن المفاوضات تنجح ويجلقوا حتى ولو مباراة دي واحدة يلعبوها إن شاء الله قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالي لأن المنتخب المصري أعتقد من المنتخب جيد ويقدر يعني هو المنتخب اللي قبله ما قدرش لكن ده يقدر فعلا يعمل نتيجة جيدة حتى لو وصل مش لازم يقوم مدالية حتى لو تأهل من الدور الأول دور المجموعات إلى الدور الثاني ده في حد ذاته برضو بيكون إنجاز لمنتخب مصر احنا عمرين ما خدنا ميدالية زهبية أو ميدالية فضية أو برونزية فأي بطولة جماعية في تاريخ دورة الألعاب الأولمبياء يمكن كنا قريبين شوية البطولة اللي فاتت في كورة اليد لكن للأسف خسرنا الميدالة البرونزية فيعني لو جي منتخب ده أو اللي بعد أو أي منتخب تاني قدر يحقق ولو ميدالية برونزية الحقيقة ده يبقى إنجاز فوق العادة لمنتخب مصر والكورة المصرية عموما فلازم يكون فيه اهتمام أكتر من كده شوي بالمنتخب الأولمبي لازم يكون فيه اهتمام كبير كمان بمنتخب الشباب اللي ممكن يطلع عناصر للمنتخب الأولمبي قبل دورة باريس لأن انت ما تقدرش تضيف حد فوق السن غير ثلاث لعبين لكن تقدر تضيف كتير تحت السن لو عندك في فريق 20 سنة 2-3 لعبين كويسين ممكن تشارك بهم في دورة الألعاب الأولمبية فالاهتمام يكون بالمنتخبين كمان مش بالمنتخب الأولمبي بس لأن احنا داخلين دورة باريس عندنا أمل كبير عندنا شكل كويس على أقل يكون عندنا شكل كويس يعني توقعاتك أن احنا أولمبيات باريس ربما سنظهر بشكل جيد يعني سيبك من أن احنا نحقق شيء بس هنظهر بشكل جيد تنفسيا وفنيا يعني هي أمنيات مش طموحات الحقيقة هتمنى الفقرة دي صعبة جدا مش كده طب جامل إحنا على الهوى أنا جاملت المنتخب الأول إحنا عادينا على الهوى على فكرة أنا شخص كده بصراحة المنتخب الأول قلت لك هنتقهل كأس العالم إن شاء الله يعني لكن المنتخب الأولمبي نتمنى بقى نقدرش أقولك حاجة تتحسب علي أن هم لأ يعني أتمنى أن هم يحققوا نجاح في البطولة ويوصلوا على الأقل إن شاء الله مربع زهبي في أولمبيات باريس لكن الطموحات بقى إن احنا في أولمبيات باريس نجيب مديليات مديليات كتير على المستوى الفردي طبعا لأن عندنا أكتر من العب في رياضة فردية الحقيقة مميزين جدا في المصارعة وفي كذا رياضة القراتيل أسف اتشال من البطولة دي كان موجود في البطولة اللي فاتت لو كان موجود كنا هنتكلم على مديليات زهبية كنا ضمننا إلى حد كبير إن شاء الله مفروض حيضم بعد كده بس مش السنة دي السكواش نتمنى يبقى فيه بردو يعني إنجاز محقق ومديليات محسومة طبعا ليه مصر يعني إن شاء الله طيب حقفل بقى المنتخب الأولمبيا سحنقول إيه تاني بعد اللي تقال خلينا أنه إحنا منتخب الشباب منتخب الشباب لسه شباب جديد لسه تجربة جديدة كابتن واق الرياض فيه ثقة كبيرة بردو إن هو يقدم حاجة مختلفة خلينا أخذ رأيك في المنتخب ده طبعا المنتخب الشباب عنده أسماء وعيدة على مستوى الناس اللي بتتبع قطاع الناشئين والشباب على مستوى الجمهور العام ما فيش حد معروف فيهم يمكن زعلوك لعب نادي الأهلي اسمه تردد كتير في الأوان الأخيرة أنه ممكن يتم تصعيده للمنتخب الأول أو للفريء الأول ويكون مميز لكن هي فكرة إن نوع الرياض كلنا كنا فاكرين إنه كان لعب موهوب إزاي وكان متقلق إزاي في فترة وجوده في النادي الأهلي وبعد كده مع منتخب مصر يمكن كان عمره إصار في الملعب لأسباب غريبة لكن في النهاية لأ لعب مميز شفناه دوره مع المنتخب الأولمبي كان جيد جدا وده اللي خلا يكون مرشح رقم واحد للمنتخب الشباب فإحنا نتمنى أنه هو طبعا يقدم كل الخبرات اللي عنده للمنتخب الشباب نتمنى أنه هو يحصل على كل الدعم عنده الحقيقة الجيل ده يعني بسمع من زملاء اللي بيغطوا في مستوى النشئين والشباب إن لأ الجيل الشباب فيه لعبة كتير كويسين في كتير من الأنداف مواهب مميزة جدا فأنا نتمنى أن المواهب دي نشوفها أنا مش مع فكرة إن إحنا نجي مدرب أجنبي لحقيقة المنتخب الشباب لأن لما يكون مدير فاني مصر مر بالمراحل اللي فيها لعبين الشباب بلغت بالضغط وعارف الظروف اللي هما بيمروا بيها ما يجيش مدرب مثلا أجنبي عايز يلعب يخلي الشباب دول يلعبوا تيكي تاك أو يلعبوا بشكل مختلف هما ما سموهش عنه ما متفرجوش عليه غير في التلفزيون لما يجي مدير فاني يبتدي معاهم واحدة واحدة وإن كان السن ده بتاع 20 سنة بنشوفه دلوقتي في أوروبا أكتر من لعب تحت 20 سنة و22 و23 مميزين ونجوم وفرق أولى منهم هلند كان لسه السنة 22 سنة كان سن منتخب أوليمبي وكان مقصر الدنيا في الفوضن أكتر من لعب الحقيقة في أرزنال في برشلونة في ريال مدريد لا بنشوف لعبين كتير مميزين برايم دياز اللي انتقل لريال مدريد لما كان في ميلان وما كان في منشستة سيتي كمان قبل كده فإحنا نتمنى أن نشوف من الجيل ده وله لعب أو اتنين بس يقدروا يلعبوا على مستوى الفريق الأول مع أنديتهم ومع المنتخبات فرصة عندهم ويبقى أو المتبقي بقى اللي هم هيقدموه يعني فرصة جات لهم لكن الباقي بتاعهم فعلا هقدروا يحققوا ده أو لا أكيد ده متوقف على حاجات كتيرة جدا منها طبعا يعني الإصرار واللي هيقدموه على الملاعب والفكر الاحترافي وغير وغير وهي خلينا نقول أن ده بس النشأة الأساسية اللي هي بتبني عليها بعد كده طبعا على كل حل أساس عبدالقادر يعني الفكرة خلصت والحلقة وما نجيش تاني ووكل كلنا ما نجيش تاني لا لا أنا بشكرك جدا لا بالعكس كانت جراءة جميلة وأنا بحب الصراحة أنا بحب الصراحة وبحب الشفافية وما بحبش المجاملات وإحنا بنيجي بنتكلم لأن فعلا في الآخر الكلمة بتتحسب عليك فطبعا المصداقية أكيد بتكون أهم جدا نحنا نقولها لسيدة المتابعين فلا بالعكس أنا حبيت جدا وبحريك عارف أن أنا بحب الصراحة بتاعتك يعني شكرا لك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم أكيد على متابعتي وإن شاء الله حالة جديدة بكرة معي أنا وكريم وعش السبح في الأحي معك